عقد رئيس مجلس الوزراء مصافة مدبولي اجتماعاً مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيفة وذلك لمتابعة انتظام يسير العمل بمؤسسات التعليم قبل الجامعية مع بدء العمد رسيل جديد 2024-2025 هذا وأكد مدبولي أن الدولة تأتول اهتماماً كبيراً بتوفير مختلف المتطلبات اللازمة لتطوير قطاع التعليم قبل الجامعية لكونه يرتبط بتشكيل وبناء عقل النشأ المصري واسقة لمهاراته على النحو الذي يؤهله لمرحلة التعليم الجامعي ثم إلى سوق العمل بدوره أشار عبداللطيف إلى أن خطة الوزارة لخفض الكثافة في الفنصول الدراسية نجحت في إضافة نحو 100 ألف فصل جديد للمنظومة التعليمية مع بدء هذا العام الدراسي الجديد